بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي لعام الفين ثلاثة وعشرين معاكم في الوحدة السابعة الدرس الثالث والرابع من كتاب المعاصر صفحة واحد وثلاثين لصفحة أربعة واربعين تلت عدادي الترمي التاني الإنجليزي إن شاء الله زي ما هو بين قدام حضرتك ده الدرس الثالث والرابع معنا هناخد الكيفوكاب وقلت لك إن دي تعتبر أهم جزئية في كل الدرس لازم تتحفظ علشان لو في أسئلة امتحان على الكلمات بتيجي منها فصل يعني حفرية إيه الحفرية دي عبارة عن حاجة أثر حيوان أو أثر إنسان أو أثر نبات مطمور أو مدفون تحت باطن الأرض لما رفعوا عنه لقوا جسمه مجسم كده أو الشكل بتاعه محفور في الصخور فبنسمي دي فصل حفرية سبيشز السي والآي هنا شين سبيشز يعني أنواع أو فصائل أو سلالات وعلى فكرة نفس الكلمة دي سبيشز هي مفرد و سبيشز هي جمع يعني هي نفسها نوع وهي نفسها أنواع يعني نفس الكلمة تنفع مفرد وتنفع جمع أعرف إنها مفرد لما يتحط قبلها آ تبقى آ سبيشز غير كده لو من غير آ تبسبيشز معناها أنواع ريموت يعني بعيد أو نائي زي كلمة ريموت كنترول ريموت كنترول يعني اللي هو الجهاز التحكم عن بعد بتاع التلفزيون ريموت يعني بعيد أو نائي تريت يعني يتعامل أو يعامل وكمان بتيجي بفعل ببعنا يعالج اونر يعني مالك اونر مالك بعد كده دي فورستيشن فورست أصلا يعني غابة فورستيشن دي فورستيشن بقى يعني ازالة الغابات دي فورستيشن يعني قطع الأشجار بتاعت الغابات دي بريشن ال-S-S-I-O-N بتتقلشان دي بريشن يعني انخفاض شديد دي بريشن يعني منخفض بريزيفل يعني محفوظ أو متحنط زمان قدماء المصارين كانوا بيحنطوا الموتى بريزيفل يعني محفوظ أو محنط لينس جاية من كلمة لونج يعني طويل لينس يعني طول اللي هي بتاعت الخيول او الاماكن اللي بنرب فيها الخيل اسمها بعد كده يعني عربية تجرها الخيول يعني منارة يعني باحث ننزل بعد كده في يعني قطع الغابات يعني انواع او نوع يعني بعيد او نائي يعني الحياة في الاماكن نقط تكون صعبة طبعا بيتكلم على الاماكن النائية الاماكن البعيدة الصحراوية حياة فيها صعبة مجموعة من الحيوانات او النباتات من نفس النوع يبقى دي فصيلة رقم تلاتة قطع الاشجار كلها في منطقة يسمى قطع الاشجار بتاعت الغابات الخيول تربى فيه طبعا الاجابة ستيبلز استبلات هتبقى رقم اربع نكمل الكلمات يعني فيضان يعني الجنوب الغربي يعني ذات مرة وبتيجي بمعنى مرة واحدة هي لها المعنين مرة واحدة لو احنا بنقول مسلا باخد الدواء ده مرة واحدة وذات مرة دي لو انا بحكي قصة يعني تمساح يعني مكونات او عناصر او مقادرات بتاعت اكل مقادير بتاعت وصفة اكل يعني موقف او وضع يعني امبراطور يعني عامل بناء يعني خاص او مميز وطبعا السيو الاي بتتقلشين يعني يعني يصلح بعد كده ابولودورس ده ابولودورس ده مؤرخ يوناني عاصمة او حرف كابيتل يعني وحيد القرن الابيض بعد كده يعني يعني تقرير بعد كده يعني يعني خطر يعني يعني خطر يعني انابيب انزل صفحة اتنين وتلاتين بيقول لك يعني عائلة او فصيلة لو بتكلم عن نوعنا انواع الحيوانات او الطيور ببنقول عليه فصيلة جار يعني برطمان روف يعني سقف يعني تنفال يعني تنفال يعني يتوقع بول يعني يسحب او يجور بارك يعني ياركن عربية او حديقة عامة بافلو يعني جاموسة وارك يعني عمل بعد كده دولة بورينيو بورينيو دي جزيرة في اسيا فترة مدينة البتراء او البترة في الاردن ده سفينكس ابو الهول داماسكس مدينة دمشق فيوم يعني مرخفض الفيوم يعني موقع تراث عالمي لمنظمة يعني ايه اليونسكو دي منظمة تابعة للامم المتحدة شغلتها ان هي تحافظ وتعمل صيانة للاماكن الاسرية والقديمة الدولة اللي بتحتاج ان هي تحط الموقع مثلا عندنا في مصر في كزا موقع معمول موقع تراث عالمي منظمة اليونسكو بتيجي تشرف عليه وبتحافظ عليه تاج محل ده مبنى اسمه تاج محل في الهند على اليمين اندي يعني دولة الهند روم يعني مدينة روما عاصمة ايطاليا ده كايرو تاور يعني برج القاهرة يعني صور الصين العظيم بعد كده بانثيون بانثيون ده معبد في روما قايت باي سيتا ديل او قلعة قايت باي وادي الحيتان اللي هي ده بقى هي عندنا في الفيوم ومعمولة موقع تراث عالمي من قبل منظمة اليونسكو فيها حفريات كتيرة جدا لحيتان كانت عايشة في المكان ده من ملايين من ملايين السنين لان المكان ده كان بحر الاول المكان ده كان مغطيه المياه المالحة وكانت كل دي بحر وكانت موجود فيها عدد كبير من الحيتان والحيتان ديت لها حفريات موجودة في المكان دوت لغاية دلوقتي والمكان ده لغاية دلوقتي يعتبر موقع تراث عالمي بتشرف عليه منظمة ايديونسكو تعالى بعد كده على او الافعال الغير منتظمة become became become lose lost lost يعني يخسر او يفقد take took taken يعني ياخذ swim 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 choose chosen بعد كده burn 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 او burn it burn it يعتبر منتظم وشاز ينفع لاثنين stand stood stood يعني يقف understand understood understood يعني يفهم تعالى بعد كده على او التعريفات لسه ايديم معناها نوع او سلالة اللي هي مجموعة من الحيوانات او النباتات من نفس النوع يعني قطع الاشجار او ازالة الغابات اللي هي لما كل الاشجار في منطقة تقطع مبنية للمجهول تقطع يعني اللي هي الحنطور او العربية اللي بتجراها الخيول حاجة الناس بتسافر فيها تجرب وسطة الحصان او الخيل يعني مالك اذا هو الشخص اللي اشترى الشخص اللي اشترى حاجة بيبقى مالكها او صاحبها مبنى الناس بتحتفظ فيه بالخيول يعني يعامل او يتعامل لو انت عملت واحد كويس يبقى معناها ان انت لطيف التعامل هو ان انت تبقى لطيف او تبقى اه مش لطيف مع حد بتتعامل معه يدمر اللي هي يطلب شيء بشدة لدرجة انك ما تقدرش تصلح وتدمره خالص يعني معرض للخطر محطوط في موقف خطير اللي هي الطول اللي هي طول الشيء يعني محفوظ او متحنط محفوظ بامان يعني بعيد او نائي بعيد جدا من مكان ما يعني منخفض اللي هي الارض اللي بتبقى اه تحت او اسفل او منخفض عن المنطقة اللي حواليها يعني حفرية بقايا حيوانات او نباتات كانت عيشة في الماضي تعالى عالبوكابلل استضي معانا الوارد والسنانيم والانتونيم معانا الوارد الكلمة قاسي بتساوي يعني قاسي برضو عكسها طيب او عطوف طيب او عطوف نيجي على صعب بتساوي عكسها فضيع او شميع سيء جدا برضو سيء جدا او مخيف مدهش دافئ يعني الى حد ما حر يعني معتادل البرودة مبلل او مطير بتساوي ريني مطير عكسها دراي جاف يفاجئ او يدهش اميز برضو يدهش اللي هيجا منها كلمة مدهش يعني طبعا متوقع او يتوقع ان هو يلاقي الحاجة دي فمش هيلاقي حاجة تدهشوا يعني يكتشف اللي هي يكتشف عكسها يخبق او يتجاهل معرض للخطر هي هي غير امن عكسها يعني امن او محني مشهور بتساوي معروف بتساوي محبوب او مشهور برضو غير معروف او يعني غير مشهور محظوز يعني بتساوي يعني محظوز عكسها او غير محظوز قديم او عتيق بتساوي قديم جدا اللي هي عكسها جديد او حديث تعالى بقى على لما حط مقاطع بقى سريع بقت بسرعة عطوف حط قبلها ان بقت قاسي هابي سعيد بقت ان هابي غير سعيد لك حز حط الها بقت محظوز لكي صحة حط الها بقت صحي او بصحة جيدة يعني رياح بقت عاصف او شديد الرياح رين مطر ريني يعني منطر اه صفة بحط الهواء تعالى برضو على الاي ان جي اميز يدهش بقت اميزنج مدهش انكلوديا تضمن بقت انكلودينج معناها متضمن او مشتمل على اون يعني يملك بقت اونر منها بقت مالك تعالى على ايه سبيشز دي قلنا سبيشز يعني نوع او فصيلة حيوان او نبات تشير الى مجموعة من النباتات او الحيوانات التي تمتلك صفات مشتركة او نوع واحد وتعامل وتعامل كجمعة او مفرد ومفردها ليس سبيشي غلط سبيشي دي طيب كلمة سبيشز هنا مفرد ولا جمع مستر هنا جمع لان قبلها كلمة مني يعني كثير وكثير دي معناها ان سبيشز جمع طب لو سبيشز ازاي انا عايز اعرفها مفرد هتطلع ا سبيشز كده تبقى مفرد وكده تبقى نوع ليه لان قبلها ا و ا معناها وان بعد كده كلمة ان دينجر وان دينجر ايه الفرق كلمة ان دينجر يا شباب في ودينجر معناها خطر ان دينجر يعني في خطر دي ان وخطر دي اسم في خطر انما ان دينجر ده فعل معناه يهدد بالخطر او يعرض للخطر هنا ان اي ان ولزقه في كلمة دينجر كلهم كلمة واحدة ان دينجر يعني يعرض للخطر يعني لايونز الاسود ار تكون ان دينجر في خطر دينج اوت الانقراض دينج اوت يعني الانقراض الاسود تكون في خطر الانقراض فليوشن التلوث ان دينجر زي لايه يعرض الحياة ان ارث على الارض للخطر يبقى ده فعل تعالى للبعد ناشونال وانترناشونال ناشونال داخل اطار الدولة الواحدة معناها قومي او وطني قومي او وطني داخل حدود الدولة الواحدة اما انترناشونال عالمي او دولي بين الدول انترناشونال عشان كده دخل انتر انتر اصلا معناها بين انترناشونال يعني دولي يعني يقصد بين الدول وبين بعض يعني لما حب اقول ان كاس العالم مناسبة دولية او مسابقة دولية او عالمية هقول انترناشونال لانها بين الدول على مستوى العالم كله انما ناشونال داخل الدولة كلها يعني دلوقتي بيقول لك دول لتكب كاس العالم ازئان انترناشونال ايفنت حدث هام حدث رياضي دولي لما اقول ناشونال بقول ايجيبشنز ارهابي اباود ده فوتبول ناشونال تيم الفريق القومي المصري او الفريق الوطني المصري لان دوت فريق مصري بس مش فريق دولة على مستوى الدولة الوحدة. تعالى ليه حروف الجر والتعبيرات في الطول يعني يأمل ان او يتمنى ان على امتداد الطريق يعني صعب على ينتظر يعني يبدو متعب يبدو مروع او فضيع او مرعب يعمل بجد للغاية عنده حقيقة افضل بكتير يعني يقدم بعض النصائح على اليمين كنتيجة او نتيجة لذلك بصوا يا جماعة بتساوي يعني لذلك عشان نخلص يعني عجاب الدنيا السبعة يعني يظل او يبقى بالخارج يعني يصل الى بس بالعربية طالما فيها يبقى بيسوق سيارة يعني يبتل يتحدث لمدة قصيرة او لفترة قصيرة يعني يعني بعيدا واركفور يعني يعمل لصالح او لاجل يعني يسافر او يتنقل بواسطة كزا بييجو اراه وسيلة مواصلاتي ترافل باي ترين ترافل باي كار ترافل باي باس وهكزا يعني يمشي على الارض بلونج تو يعني يخص او ينتمي الى كيب سيف يعني يظل امن بيرن داون باي يعني يحترق بواسطة بشيء يعني ينقل بعيدا بواسطة وبول باي يعني يجر او يسحب برضو بواسطة تعالى على يقول لك هنا حفريات الصحراء شوفوا يا جماعة الحفرية عاملة ازاي في الصورة دي كانت سمكة او حوت موجود في الصخر ولما كشفوا عليه بقى بالمنظر اللي انت شايفه دا لقيوا بقايا او مجسم جسمه جوه الصخور محفور بالشكل اللي انتو شايفينه دا بيقول دا فيوم دي بريشان منخفض الفيوم is an area منطقة of desert صحراوية south west of kairu جنوب غرب القاهرة mini ancient fossils كثير من الحفريات القديمة are often found here توجد هنا often found are found are مضارع بسيط مبني للمجهول are found but the species ولكن الفصائل ديت او الانواع وبانيما الفوصل بتاعت حفريات الحيوان might surprise you ممكن تدهشك ازاي عم تدهشني كروكوديلز دا مسيح تيرتلز وسلاحف اند ويلز وحيتان يعني كانت كروكوديلز يعني كانت ميا عزبة وتيرتلز يعني كانت ميا ملحة ويلز ميا ملحة the most amazing fossils الحفريات الاكثر ازهالا او اللي تصيبك بالدهشة اكتر حاجة are the will fossils هي حفريات الحيتان هاتوادي الحيتان يوادي الحيتان the valley of the wills او اللي بيطلق عليه the valley of the wills واد الحيتان بالانجليزي hundreds of fossils مئات الحفريات of ancient wills بتاعتها او حيتان قديمة where found وجدت شوف هنا بقى المرة دي where found غير are found are found حاجة where found حاجة ايه يعني يا مستر حاجة ايه بس انت هتغلبنا معاك ليه are found مضارع بسيط مبني للمجهول انما where found بقى هي الماضي بسيط مبني للمجهول لان ده الدرس بتاع النهاردة الدرس التالت والرابع في الوحدة السبعة في الانجليز الدرس الاول والتاني كان عن مضارع بسيط مبني للمجهول هنا بقى where found وجدت ماضي بسيط مبني للمجهول طب الماضي البسيط مبني للمجهول بيتكون منه يا مستر مش المضارع البسيط ام وازو ارزا ده التصريف التالت اهو الماضي البسيط مبني للمجهول was aware زائد past participle او التصريف التالت يبقى ده الماضي البسيط مبني للمجهول وجدت بقى المراضي ماضي بقى ليه ماضي يا مستر علشان الف تسعمائة واثنين يا باشا الف تسعمائة واثنين يعني من مية وعشرين سنة دلوقتي بيقول لك ايه بقى تاني hundreds of fossils مئات الحفريات of ancient whales بتاعت الحيتان القديمها were found وجدت by scientists بوسطة العلماء in 1902 1902 the scientists العلماء were surprised كانوا مندهشين to find out انهم يكتشفوا that these whales ان هذه الحيتان had legs كان لها رجول الله حيتان برجول اه حيتان من الاف ومائات الالاف من السنين كان الحيتان لها رجول الظهر كانت برا مئيات يا جدعان ولا ايه so the ones walked on land عشان كده معناها انها كانت في يوم من الايام once يعني ذات مرة walked on land كانت بتمشي على اليارس in 2005 the fossils at wadi الحيتان الحفريات في wadi الحيتان اهي برضو where studied durisat ماضي بسيط مبني للمجهول where studied durisat ماضي بسيط مبني للمجهول by a team بواسطة طريق of international scientists من العلماء العالميين او العلماء الدوليين the fossils الحفرياتها were preserved how that او كانت محفوظة ماضي بسيط مبني للمجهول really well were preserved really well كانت محفوظة فعلا او حقا بطريقة جيدة جدا and some of them and some of them were 21 meters in length وصل طولها لواحد وعشرين متر حوط طوله واحد وعشرين متر يا جدعان it was discovered that كان مكتشف ان these whales هذه الحيتان belong to تخص او تنتمي الى the same family نفس الفصيلة family هنا معناها فصيلة اسرة معناها عائلة of animals من الحيوانات as camels مثل الجمال and giraffs والزرافات بيقولك بقى the fossils are so important الحفريات دي مهمة جدا خلي بالك من كلمة so معناها جدا جاي وراها صفة اللي هي important وبعدين that معناها أن وجاي وراها جملة the fossils are so important that يعني الحفريات دي تكون مهمة جدا لدرجة أن لدرجة أن وادي الحيتان نفسه دوة was called نودية به أو سمية برضو ماضي بسيط مبني للمجهول a UNESCO world heritage site موقع تراث عالمي لمنظمة اليونسكو in 2005 ومع ذلك it's very remote بعيد جدا نائل مكان ده بعيد في الصحراء الغربية as a result as a result بتسوي so يعني لذلك أو نتيجة لذلك it's only visited is visited user فقط by about one thousand people a year بيزوروا حوالي ألف واحد فقط في العام لأنه بعيد جدا تعال على صفحة 36 اليوم العلماء المصريين are studying بيدرسوا some of the fossils بعض الحفريات at Mansoora University في جامعة المنصورة using some باستخدام بعض of the latest technology التكنولوجيا الحديثة and they hope وبيتمنوا وبيأملوا to learn more أن هم يتعلموا أكثر about these amazing ways عن هذه الحيتان المذهلة of the desert بتاعة الصحراء حيتان وفي الصحراء تمام تعال بعد كده على الفقرة اللي بعديها بيقول لك the first pantheon والpantheon دوت اللي هو المعبد في روما the first pantheon أو المعبد روماني in Rome في روما was built in around 27 BCE بنى في حوالي 27 قبل الميلاد هو ذروا مع ذلك it was bird ندن حرق داون حرقة was burned برضو ماضي بسيط مبني للمجهول was burned داون حرقة by a fire بحريق in around 80 CE في حوالي 80 ميلاد the building المبنى that we know today اللي احنا نعرفه النهاردة was built بونية بونية ماضي بسيط مبني للمجهول ووزو تصريف ثالث by emperor هارديان by وسطة الامبراطور هارديان in around في حوالي 120 CE 120 ميلادي it was designed some mima برضو was designed مبني للمجهول ماضي بسيط was designed some mima with the help of a famous Greek builder بمساعدة بناء يوناني شهير who was called برضو was called كان يسمى ماضي بسيط مبني للمجهول افول دورس اف داماسكس افول دورس بتاع دمشق في الهابس ربما the most amazing part الجزء الاكثر ازهالا of the building في المبنى is a large hole عبارة عن فتحة واسعة كبيرة in the roof في السقف the hole was used برضو was used الفتحة دي او اللي كانت في السقف دي was used استخدمت مواضي بسيط مبني للمجهول توجب the building لائت علشان تعطي للمبنى ضوء sometimes احيانا rain falls through the hole too كان المطر ساعات بينزل من خلال الفتحة ايضا however ومع ذلك today اليوم water is taken away الماء يبعد او يؤخذ بعيدا by special pipes عن طريق استخدام مواسير خاصة in the floor في الارضية قصة بتاعت black beauty by anasewel القصة دي كانت مقررة على الصف الثالث الاعدادي مش فاكر او الاول الاعدادي او الثاني الاعدادي قبل كده كانت مقررة في كتاب الانجليزي فعلا انه كانوا بياخدوا عليها اسئلة بس دلوقت المرحلة الاعدادية ما عادش عليها قصص بيقول الانجليزي لانجليزي 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 بيشد بيشدوا بيوتي الحصان بتاعنا ووقفين مستنين زبون ولا حاجة عند حديقة كده عربية حنطور وانا واقف بتفرج ببص على عربية حنطور اديمة جاية كانت بيجرها حصان كانت بتجر او بتشد ماضي بسيط مبني للمجهول بي اهورس بواسطة حصان كان رفيع وكان باين على لنه تعباد صديقة القديمة جينجر صحبتي القديمة او زملتي القديمة الحصانة او الفرسة جينجر وكان يبدو عليها انها شكلها فظيع جدا وتعباد طيب اتكلمنا وهي لمدة قصيرة كانت حزينة جدا كانت باعت لكذا واحد وبقى لها كذا بيت مختلف وكانت بتشتغل بجد كل الملاك بتوعها كانوا قصيين عليها وكانوا بيعملوها بشكل سيء جدا هو بيقول لها هي بتقول له انت صديقي الوحيد قالت لي الكلام ده قبل ما صاحبها يسوقها ويمشي بعيد فهمت ان ايهاد امطش بيتر لايف ان انا الحمد لله عندي حياة افضل بكتير من خيول تانية اخرى كتير بقى بيتكلم معاك عن سبع عجائب للعالم بس سبع عجائب حديثة غير القديمة نشوف كده بيقول ايه بيقول قائمة للسبع عجائب بتاعت العالم الجديدة برضو ماضي بسيط مبني للمجهول ماضي بسيط مبني للمجهول ماضي بسيط مبني للمجهول كواحدة منهم ده تاج محل في الهند برضو موجود في القائمة هذا الاثر الجميل بني بواسطة واحد اسمه شاه جهان في الهند عملوا بريح لزوجته كذكرى لزوجته ممتاز محل اسمها ممتاز محل عشان كده سموه تاج محل احد العجائب الجديدة ايضا لصورته قدامك ده صور الصين العظيم محدش مش ناس كتير يعرفوا ده ذاول ان الحائط او الصور ده انه بنية محدش يعرف او محدش كتير يعرف ان الصور ده بنية ماضي بسيط مبني للمجهول بمكون غريب او مكون غير معتاد ايه بنوب ايه مبني بالرز طيب ننزل بعد كده على التمرين في نفس الصفحة على البوكابلة دي رقم واحد بيقول لك لما حاجة تخفض امنة ده مش دي من التلف بنسميها ايه بقى محفوظة دي يعني منخفضة او مكتئبة ده مش دي يعني تالفة او مدمرة يعني محجوزة محجوز يعني الاجابة نمرت ايه بريزيرفد يعني محفوظة او متحنطة نقط بيدمر ايه اللي بيدمر مساحات واسعة من الغابات المناقشة القرار الحماية يعني قطع الغابات طبعا الاجابة نمرت دي صبح الثمانية وتلاتين مجموعة من الحيوانات او النباتات من نفس النوع مجموعة حيوانات او نباتات من نفس النوع بسميها فضاء نوع او فصيلة وجه كيس يعني حالة او قضية او كيس طبعا الاجابة بتتبيه نوع اربعة نقط هي الارض تحت المساحة او المنطقة الارض بتبقى منخفضة عن المنطقة اللي حواليها منخفض فصيل حفرية يعني عربية حمطور او عربية تجرها الخيول الاجابة نمرت بي يعني كلمة معناها منخفض وبرضو لو انت عايز تعرف لها معنى تاني معناها اكتئاب او يعني انهار عصر خمسة عكس غير معروف ما هو غير معروف يبقى عكسها معروف يعني مشهور سيف امن يوسف المفيد محبوب او معروف او مشهور يعني ممل طبعا الاجابة نمرتسي ست مراد في كلمة محظوظ لكي محظوظ غير محظوظ غير محظوظ غير سعيد طبعا الاجابة نمرتسي ايه لكي ويقادى صافيكس اضيف اللاحقة ايه علشان اجيب كلمة دينجر خطر دي اخليها صفة تبا دينجرس يبقى اللي جابة نمرتسي ايه او يو اس تمان مي فاذر اس كايند ابوي عطوف او طيب عكس عطوف طبعا نمرتسي كرويل قاسي صفت يعني ناعم او طري او لين ايزي يعني سهل اميزنج يعني رائع او مذهل طبعا اللي جابة نمرتسي تسعة أماكن على القريطة تبدو قريبة ولكنها فعلا هي المكان على الخريطة باين ان هو نير قريب لكن في الحقيقة هو ايه شورته قصير بعيد او نائي يعني اخضر يعني صغير السن طبعا اللي جابة نمرتبي يعني نائي او بعيد عشرة حنطوا او حفروا الجسس بتاعتهم او الاجسام بتاعتهم بطريقة جيدة بمعناها انهم هم عملوا فيهم ايه كويس اكتشفوهم باعوهم يعني حافظوهم يعني خدموهم الاجابة نمرتسي يعني احتفظوا بيهم او حافظوا عليهم اللي هي بريزيرفد حنطوهم حداشر يوجد نقط مذهلة او رائعة للديناصورات في المتحف العلمي في المتحف العلمي للديناصورات منتجات فوسلز حفريات بايبس مواسير لايت هاوسز منارات طبعا الاجابة نمرتدي فوسلز حفريات ناشر ده كاربنتر النجار بيقيس نقط العرض بتاع الباب هيقيس كوست ساحل لنس طول ديبس عمق تيست يعني مذاق طبعا الباب ملوش عمق الباب له طول بيقيس المقاس بياخد الطول بتاع اتساع او وسع الباب او العرض بتاعه طلعتاشر حاجة التي الناس بتسافر فيها اللي فيها خيول بتشدها تبقى كار عربية لا كاريج حمطور او عربية بتجرها الخيول فري معدية في النهرة او في الميا تراكتور يعني جرار زراعي طبعا الاجابة نمرت بي كاريج العربية الحمطور او اللي بتجرها الخيول اربعتاشر مبنى حيثو الخيول تنام ستيبل ستابل كيف كهف هات كوخ ثلاث شقة طبعا الاجابة نمرت ايه ستيبل خمستاشر نجيب محفوظ نجيب محفوظ ده كاتب مشهور عكس مشهور عكس مشهور ايه معروف محبوب غير معروف غير معتاد يبقى المشهور عكسه انه محدش يعرفه او غير معروف تسعة وثلاتين الجملة رقم ستاشر نجيب محفوظ نقط نحن بنستخدم السابقة نقط وجدي عشان اجيب عكس عطوف تبقى انكايند نمردي العلماء اكتشفوا او وجدوا ميني فاكتس حقائق كثيرة عن الحيتان مرادف اكتشفوا مرادف عايز معنى اكتشفوا او عارفوا محفوظ اخترعوا عزموا اكتشفوا 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 غطوا اكتشفوا اكتشفوا بتسوي 18 لو انت نقط واحد كويس معناها انك عطوف او طيب معاهم يبقى انت كده بتعمله يعني يخلق يعامل يعني يضرب يعني يقاتل او يتشاجر اكتشفوا الاجابة لو بتعمله كويس معناها انك لطيف معاها 19 ده نقط المطعم هو الاستاذ علي اشتراه الاسبوع اللي فات يبقى ده مرزبون كشير يعني اللي بياخد الفلوس من الناس ولا اونر طبعا يبقى المالك او صاحب المطعم 20 كان يو نقط مين هل تستطيع نقط انا بعض النصيحة عن كيف نعامل الحيوانات يبقى هو عايزه يديره نصيحة يصنع يفعل يعطي نصيحة هي الاجابة يعني يبقى او يقيم يبقى الاجابة تعطيني نصيحة تعالى عن علشان المحادسة اللي هي بتتكلم عن الحيوانات العاملة يعني الحيوانات العاملة الحيوانات اللي اصلا بتقوم بخدمات او بتشتغل ما الحيوانات الاخرى المستخدمة لكي تعمل لنا شغل في حيوانات زي الاسود مثلا الحيوانات البرية الحيوانات اللي في الغابة احنا ما بنستخدمهاش في حاجة هي تعتبر حيوانات مفترسة او برية يعني غير مستأنسة من قبل الانسان اما الحيوانات المستأنسة او الاليفة في حيوانات الانسان بيستغلها وممكن تعمل لنا شغل رد عليه قال له اعتقد بفالوس الجاموس كاوز الابقار اند كاملز والجمال طب السؤال اللي بعد هي دي المهمة بقى كيف ينبغي عليك ان تعامل الحيوانات ذات ويرك فريول اللي شغالة عندك حيوانات شغلا لك وبتروح للحقل معاك وبتجيب لك البان وبتستخدمها وبتستغل لها مفروض تعملها ازاي قال له وي شود تريد زيم كايندلي ينبغي ان نعاملها بعطف طبعا جاي بصرف او حال تريد زيم كايندلي نوعاملها بعطفة او بطريقة عطوفة تعالى على بعد بعدها عن المباني الهامة بيقول له وين وز دا كايرو تاور بيلت متى ايه دي بقى وز و بيلت اه ده ماضي بسيط مبني للمجهول معمول سؤال ما احنا قلنا ان ماضي البسيط مبني للمجهول بيتكون من وز او وير زائد الباست برتس بول لو عايز تعمل سؤال حتشقلبه يعني مثلا هي اصل الجملة دي كانت كده ذا كايرو تاور مرج القاهرة وز بيلت بنية ماضي بسيط مبني للمجهولة هوا مسلا ان ناينتين سكستي ون فالتسعمائة واحد وستين انا عايز اسأل بوين متى هتشقلب لوز مع ذا كايرو تاور هيبقى وز حتسيب التصريف التالت جنب منها وتطلع قدام يبقى السؤال يبقى وين وز ذا كايرو تاور بيلت شفت بقى اللي حصل انه جاب التصريف التالت خلى وراء اهو ووز طلعت قدامها يبقى ده ماضي بسيط مبني للمجهول بس معمول سؤال وين وز ذا كايرو تاور بيلت متى بني برج القاهرة قال له اتووز بيلت اهو ماضي بسيط مبني للمجهول معمول في الاجابة اهو اتووز بيلت بني بتوين ناينتين فايف تفتي سكس بين الف تسعمائة ستة وخمسين ان ماينتين سكستي ون و الف تسعمائة واحد وستين طيب بقى نفس السؤال هو ووز دا كايرو تاور بيلت باي برضو ادي ووز ودي بيلت سؤال معمول مبني للمجهول في الماضي من برج القاهرة بني بواسطة يعني بواسطة من بني برج القاهرة يعني من الاخر كده مين اللي بني برج القاهرة قال له اتوز بيلت بني باي نعوم شبيب بواسطة واحد اسمه نعوم شبيب هو اللي صممه على شكل ظهرة اللوتس في المكان اللي موجود فيه لغاية دلوقتي طيب اسئلة بقى عن المنخفضات في المنخفض ما هو المنخفض قال له الدبريشان دا عبارة عن الارض ذات اس بلو ذا ايريا الاويند ايت اللي تعتبر منخفضة عن المنطقة المحيطة بيها هل المنخفض دا له نفس المناخ او الطقس زي الصحرة ولماذا قال له نوع دازنت لأ ما بيبقاش نفس الطقس بتاع الصحرة لانه منخفض اكتر لانه اكتر انخفاضا يبقى طقسه بيبقى مش دايما زي الصحرة لو عايزك بقى تكتب عن منخفض الفيوم اكتب لنا عن منخفض الفيوم شوف يا باشا دا فيوم دي بريشان از ان ايريا اوف ديزارت ساوت وست اوف ايج اوف كايرو عبارة عن منطقة صحراوية جنوب غرب القاهرة دير ارميني انشانت فوسيلز ان دا فيوم دي بريشان نكلمه عن الحفريات اللي موجودة في منخفض الفيوم دا موست امبيزينج فوسيلز وكمله وكلمه عن اهم الحفريات فيها اللي هي دا ويل فوسيلز حفريات الحيتان اتوادي الحيتان العلماء كانوا مندهشين ان هما يكتشفوا ان الحيتان دي كان لها رجول اليوم العلماء المصريين بيدرسوا بعض الحفريات باستخدام احدث التكنولوجيا او التقنيات الحديث وقادي يا باشا المبني للمجهول اللي انا لسه كنت بكلمك فيه وقادي الشرح بتاعه من كتاب المعاصر قدام حضرتك هو ترجع له وذكره وبرضو مفكر حضرتك ان انا سايب لك الورق عندك فيه صندوق الوصف بتاع الترمي التاني والشرح الجميل حتستفيد منه تعال يا باشا اما نشوف الكلام هنا اه التمرين عندك على القواعد بيقول لك قائمة للسبع عجائب الحديثة طب ما هي دي صح يا مستر لا غلط لحاجتين اولا العجائب الحديث يا جمع مفروض تاخد ار طب خلاص يا مستر هنعملها ار لا في الفين وسبعة تدل على الماضي الفين وسبعة دي عد عليها تم سنة احنا في دلوقتي في الفين تلاتة وعشرين تكلام دا عد علي اكتر من خمستاشر ستاشر سنة دلوقتي يبقى الكلام ماضي والعجائب جمع يبقى وير ميت صنعت او تمت او اتعاملت في الفين وسبعة ماي هوس بيتي بلت بنا ان اراون في حوالي سنة الفين هو بيتي بنا ولا اتبنا اه لأتبنا اتبنا يا مستر تبقى مبنية للمجهول وسنة الفين دي مضارع ولا ماضي لا سنة الفين ماضي والبيت مفرد ولا جمع مفرد يبقى ووز بلت ووز اهي وبلت مكتوبة عندك يبقى ووز بلت بنياء تعال على رقم تلاتة هذه الصور لا يا راجل هذه الصور لونت ولا لونت اتلونت بواسطة بناتها يبقى لازم هنا مبني لنبجول انت عندك يبقى انا عايزة التصريف التالي لونت او دهنت اربعة ذات ليك هذه البحيرة نقط فروم هندردز اوف ييرز نقط فورم ااسف هذه البحيرة فورم تكون هندردز اوف ييرز اجو منذ مئات السنين باي افولكينو بواسطة بوركان يبقى اللي كونها بوركان كويس طيب هي تكونت منذ مئات السنين اه المفروض ان المحيرة دي كونت ولا كونت واجو منذ تدل على الماضي يبقى انا عايزة اعمل ماضي مبني للمجهول والمحيرة مفرد يبقى ووز فورمد كونت خمسة نحن لا نعرف كيف الاحجار للأهرامات حملت الى الجيزة هي الاحجار حملت ولا حملت لا حملت طب والاحجار دي مفرد ولا جمع لا جمع طب والجملة ماضية مستر هي الاحجار حملت في المبارع الاحجار حملت في الماضي يبقى وير كارد حملت ستة لونج اجو منذ مدة طويلة يبقى دي تدل على الماضي كامل زي الجمال جمع كول شيبس اوف ذا ديزارت كانت تسمى سفن الصحراء باي سن بيبل بواسطة بعض الناس خلاص يبقى الجمال كانت تسمى منذ زمن طويل تسمى ولا تسمي تسمى والجمال جمع يبقى وير كولد سميت ماضي بسيط مبني للمجهول سميت سفينة الصحراء سبعة ويدومت نوع نحن لا نعرف وين بيترا متى البترا او متى البترا دد نيمد ايه ايه لها بالده ايه ده يا مستر ازاي دد ونيمد مش مفروض دد بترد الفعل للمصدر يعني دد غلط اه يبقى البترا سميت ونيمد ده تصريف ثالث يبقى ووز نيمد احنا ما نعرفش متى البترا سميت كواحدة من عجائب العالم السبعة الحديثة بسبب الفيضانات بتاعة الاسابية الاسبوع الاخير في الهند طبعا الكلام ده الاسبوع الاخير في الهند يعني الكلام ده ماضي كثير من البيوت البيوت جمع يا طرق كثير من البيوت دمرت ولا دمرت دمرت والبيوت جمع وماضي بسيط ومبن المجهول يبقى وير ديسترويد دمرت انزل على اللي بعديه في الميت سنة الاخرانية جميل جدا لما يبقى ماشي معك في جو معين وهب يروح قطع عليك الجو دوت علشان تركز جميلة في الميت سنة الاخرانية نحن نخسر او نفقد اكتر من 800 نوع 800 نوع من انواع النباتات او الحيوانات انقرضوا في الميت سنة الاخرانية نحن فقدنا او خسرنا اكتر من 800 نوع انا اسأل حضرتك انا سؤال هل الجملة دي مبنية للمجهول يعني ينفع اقول اقول نحن فقدنا ولا انا معايا هنا وي الفاعل بتاع الجملة موجود واكتر من 800 نوع المفعول بتاعك موجودة هوا هبني للمجهول ازاي فواحنا بديمتن المجهول الا لما ما يكونش للمفعول الفاعل بتاعي موجود فهنا الفاعل موجود وهنا 800 نوع مفعول موجودين يبقى انا هنا هبنيها للمعلوم مش هبنيها للمجهول هتبقى في الميت سنة الاخرانية وي لوست ماضي بسيط بس مبني للمعلوم وي لوست تصريف تاني عادي خالص وي لوست فقدنا اكتر من 800 نوع رقم عشرة مصمم بواسطة نعوم شبيب في 1956 يبقى التصميم كان في الماضي 1956 ماضي والماضي بقى كيرو القاهرة ده برج القاهرة مفرد صح يبقى ووز ودي ديزاين دي مكتوبة اهي يبقى ووز ديزاين صميما تعالى على رقم 11 تدريبات كتاب المعاصر يقول لك ما المادة الخام او المكون الغير معتاد او الغير تقليدي اللي استخدمت في بناء صور الصين العظيمة احنا واحنا بنقراها عرفنا انها الارز يبقى هنا بيسأل على انها استخدمت ماضي بسيطة اهو مبني للمجهول يبقى ووزي واستخدمت 12 هل العربية الحمطور او العربية اللي بتجرها الخيول بواسطة الحصان امس ادي امس ماضي والكارج ادي بولد التصريف الثالث اهو طب امال هو عايزي ماضي وادي التصريف الثالث عايز ازي دي تبقى ووز طب هو بعدها ليه مستر عن التصريف الثالث لانها سؤال اهو فهيشقلب فلازم هيطلع ووز قدام يبقى ووز بولد باي ذا هورس يسترجع تلات واشنة اتري وز بلانتد شجرة زرعت بلانت باي فدا فارمر الجملة دي كده فيها غلط للاخر كان مفروض بلانتد دي كانت تبقى نقط الجملة دي كده غلط جملة دي في السؤال ده غلط كده اهو 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 اتري شجرة ووز بلانتد زرعت باي ذا فارمر هو عايزيت اما خلاص ما هي ووز بلانتد هي زرعت بوسطة فلا هو كان مفروض يشيل ديك ويسيب النقط وانت كنت تتحول بلانت لبلانتد فالسؤال ده غلط اربعة عشر ده فريست اوليمبيك جيمز الالعاب الاوليمبية الاولى وير هولدينج كانت تقيم ولا كانت تقام سنة سبعمية ستة وسبعين سيفن هندرد سيفنتي سيكس بي سي قبل الميلاد يبقى بدل آآ وير هولدينج تبقى وير هيلد انا عايز التصريف التالت اقيمت تصريف التالت من هولد هيلد وير هيلد خمستاشر ده تلفون انفنتد باي جراهامبل التلفون اخترع بواسطة جراهامبل لا التلفون اخترع وطبعا التلفون اخترع في الماضي والتلفون مفرض يبقى ووز ودي ووز والتصريف التالتي هو ووز انفنتد اخترعا باي جراهامبل بواسطة جراهامبل تعال على الجنرال اكسارسايزيزز على الدرس الثلاثة واربعة طبعا اولها محادثة بيقول لك ايمن بيتكلم مع وليد عن روما ايمن وليد عن روما ايمن بيقوله وليد انهي مدينة انت بتحبها اكتر حاجة وليد قال له روما روما وسأله سؤال نعم انا اعرف الكثير عنها خلاص يبقى بيقوله ايه المدينة اللي بتحبها قاله روما هيقوله تعرف عنها حاجة هل تعرف عنها شيء هل تعرف عنها الكثير جميل كده حلوة او قال له ايس خلاص ايس هي الاجابة اللي هتتحزف لان ده سؤال بهال نو ده مدارع يبقى هسأل فيه بدو لانه بدون اضافات وحول اي الى يو دو يو ودي الفعل في المصدر دو يو نو اينيثينج اباوت ات هل تعرف عنها اي شيء او ممكن كمان يقوله دو يو نو اباوت ات عادي يعني مؤهو هكتبه لك تاني دو يو نو بدل اينيثينج ممكن يقوله دو يو نو الوت اباوت ات هل تعرف الكثير عنها قال له او اعرف عنها كثير اعرف كثير عن روما سأله سؤال قال له نو اي هافنت لأ اهبط اي هوبت وفيزيت ات وان دي بس اتمنى ازورها في يوم الايام خلاص يبقى لطالما قال له نو اي هافنت وقال له بس اتمنى ازورها يبقى اكيد بيقوله زورتها قبل كده السؤال هيبقى ازاي ميستر كده ما انا ما عنديش الاجابة علشان اطلع منها السؤال الاجابة هتطلعها من كلمة هافنت نو قال له لأ خلاص يبقى مع السلامة نو دي لان السؤال هنا بهال اي هافنت لأ بس انا عارف انه سأل وزورتها ولا مزورتهاش جميل كده يبقى يقول له هل انت زورتها قبل كده والاجابة بهالن يبقى السؤال نفسه كان لازم يكون بهال لانه استخدم هاف في الاجابة كفعل مساعد يبقى هاف مضارعتين بقى الترمي الاول هاف يو فيزيتد ات بي فور هل زورتها من قبل هاف يو فيزيتد ات بي فور قال له لا والله نو اي هافنت لأ بس اتمنى ازورها في يوم من الايام قال له هاو ميني بي بول ليف ان روم كم عدد الناس اللي عايشة في روما واحنا اللي عرفنا احنا كنا مدرسين جغرافيا ايه يعني لازم فيه حاجة في المحادسة تقول الاجابة ما نعرف هاش قال له او يا عجيبة اتنين وسبعة من عشرة مليون بني ادم ده زيت فيه مصفور مشهورة بايه يبقى خلاص بقى يبقى هنا بيستغرب من عدد الناس اللي عددهم اتنين وسبعة من عشرة يبقى الاجابة هي دي يبقى كم عدد الناس اللي بتعيش هناك ممكن يبدأ ويقول له اباوت حوالي حلوة حوالي دي اباوت تقريبا ونفس الاجابة اللي تحت يا باش 2.7 مليون بيبل حوالي سبعة اتنين وسبعة من عشرة مليون واحد او مليون نسمة زي ما احنا بنقول قال له هات فيه مصفور هي مشهورة بايه قال له نقط قال له مين اللي بنى المسرح الروماني يبقى اكيد هي مشهورة بايه هيقول له مشهورة بالمسرح الروماني هيقول له بنفس السؤالة هو ات بس بدل ايزيت حتشي الوط وايزيت تعدلهم بعد ما كانوا متشألين تبقى ايه تز فيه مصفور مشهورة بي واكتب يا باشا الاجابة من تحت هي دا كوليسيام دا كوليسيام يعني المسرح الروماني كوليسيام قال له هو بلت دا كوليسيام مين اللي بنى الكوليسيام دا قال له نقط let's look on the internet يلا نبص ندور عليها في الانترنت يبقى ما يعرفش مين اللي بنى فهيقول له I don't know ما عرفش ممكن بدل I don't know يقول له بدلها I have no idea I have no idea يعني ما عنديش فكرة والله I have no idea مين اللي بنى المسرح الروماني الرومان مين اللي بنى بالتحديد ما نعرفش فبيقول له ما عرفش يلا نشيك عليها في الانترنت او ممكن بدل ما يقول له I don't know يقول له I have no idea ما عنديش فكرة سوأل الاكمل where was طبعا اللي هم التوع الماضي البسيط مبني للمجهول where معناهم كان الماضي من مكونات او مقادير او مالك او صاحب كاستو مرزوبون لسوء الحظ انا تناولت الغداء في مطعم انا كان عجبني اوي السوب الشربة بتاعتهم المميزة وطلبت من الجرسون او سألت الجرسون عن نقط بتاعتها اكيد مكونات الشربة يبقى سألته على المكونات بتاعتها انا غالبا او كتير باكل في المطعم ده انا معروف هناك عارفيني زبون معروف عندهم نقط عندما اردت ان ادفع ثمن الطعام لسوء الحظ لما كنت عايز ادفع الفلوس بتاعت الاكل ملقتش فلوس في جيبي نقط ماي ماني ستولن او اي فورجوت ات ات هوم يا طرف لوسي اتسرقت ولا نسيتها في البيت استنى عندك ده حطت علامة استفهام معنا كده انه عايز يكون هنا سؤال وكاتب هنا ستولن اتسرقت يبقى ده ماضي بسيط ممدن المجهول ماي ماني فلوسي واستولن تصريف ثالت اهو يبقى عايز هنا يخط وز او وير نسأل بقى ماي ماني دي فلوسي مفرد اصلا ولا جمع كلمة ماي ماني غير معدود غير معدود يبقى يتعامل معاملة المفرد يبقى وز وز ماي ماني ستولن هالفلوسي تسرقت او اي فورجوت ات ات هوم ولا نسيتها في البيت اي دي دينت او ما عرفش بط اي بروميس ولكني وعدت ذا ريستورانت نقط نقط المطعم اه ادفع يبقى كده وعد الاونر صاحب المطعم هيوعد مين يعني راجل مديون بفلوسه ملاش فلوس في جيبه وعد المالك او صاحب المطعم انه يرجع بكرة ويدفع ثمنه صفحة اربعة واربعين سؤال اختيارات اقا وان حاجة الناس بتسافر فيها بيشدها خصام بتتشد بواسطة خصام تبقى كارج العربية الحمطور او العربية التي تجرها الخيول هي بلين طيارة فيريب عدية او مركب تلمية يعني وشب سفينة محمد صلاح لاعب كرة قدم محبوب او مشهور المرادف بتاع كلمة محبوب او مشهور النون غير معروف فيمس مشهور او معروف صفت ناعم هارد صلب تلاتة تدمير حاجة بشدة جدا لدرجة انت ما تعرفش تصلحها تلف حصل في الحاجة لدرجة ما تفعش فيها تصلحها تترمي انجو يستمتع سابورت يشجع ديستروي يدمر فراي يعني يقلي يقوم بعملية القلي يقلي في الزيت يعني ديستروي يدمر اربعة يقولك مدرسته ليست سهلة الوصول اليها في منطقة ايه بقى نير قريبة بعيدة عظيمة مضحكة طبعا لجابة منطقة نائية او بعيدة ويوزة بريفتس بتنخدم السابقة او الحروف اللي بتتحط في اول الكلمة عشان اجيب عكس هابي تبقى انهابي اللي جابة نمرد بيه غير سعيد ستة عمر لطيف مع علي ده معناه هي نقط همويل ان هو نقط هو كويس بطريقة جيدة تريتس يعامل ستادز يذاكر اجنور يتجاهل سيربرايز يعني يدهش الاجابة نبرد ايه تريتس بيعملوا بطريقة كويسة لطيف معا بيعملوا بطريقة كويسة يقولك قصة قصيرة انت قرأتها في الفترة الاخيرة اللي هي مثلا اللي كانت بلاك بيوتي او الجمال الاسود القصان اللي كان بيشتغل بيشد عربيات وكان بيقابل صعوبات في حياته اه طبعا مجاب عنه عنك عندك في اخر الكتاب والمفروض ان حضرتك تراما هتكتب عن قصة قرأتها انك تحكي احكي القصة دي تقوم بحكايتها وتستخدم زمن الماضي البسيط يا سلام لو نوعت في الجمل بتاعتك بقى واستخدمت المبني للمجهول اللي انت تعلمته في الماضي البسيط المبني للمجهول وبكده نكون وصلنا لنهاية صفحة اربعة واربعين نهاية درس تلاتة واربعة من وحدة سبعة من كتاب الترمي التاني تلت عدادي المعاصر الفين تلاتة وعشرين ما تنساش لايك والشير والسبسكرايب ودعوه حلوه من قلبك يا رجل يا طيب واشوفكو على خير قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته